يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن يحصد حزب العدالة والتنمية ثلثي المقاعد في البرلمان في الانتخابات البرلمانية الأمر الذي يمنحه سلطات تنفيذية ويتيح له تعديل الدستور من دون معارضة وإقرار النظام الرئاسي الذي طالما تمحا إلى تحقيقه وفي تحركاته العلانية وخوضه المعركة بشكل مباشر وظهوره الإعلامي الذي طغى على تحركات رئيس الوزراء خرق أردوغان الدستور التركي الذي ينص على أن يتسام الرئيس عن السياسة وأردوغان كان أقصم حينما أدى اليمين الدستورية العام الواضي على أن يكون محايدا لكن على الرغم من كل هذه الحملة لم ترجح استطلاعات الرأي حتى الساعة احتمال اكتساع حزب العدالة والتنمية الغالبية البرلمانية وذلك بسبب اقتراب نسب التأييد لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إلى العشرة في المئة وإذا وصل هذا الحزب إلى البرلمان فإن حزب أردوغان لن يحصل على الغالبية لا سيما في حال حصلت ائتلافات بين الأحزاب والقوى التي ستصل إلى البرلمان في غضون ذلك يستمر العمل لتوسيع قاعدة هذا الفريق أو ذاك ويسعى كل طرف إلى الحصول على دعم العشائر وقد يشكل دعم العشائر لحزب العدالة والتنمية فرصة ذهبية لأردوغان والعشائر التي تعود أصولها إلى أصول كردية وتركمانية وعربية وتعيش في جنوب شرق تركيا تشكل قوة كبيرة في الانتخابات إذا أعطت أصواتها لصالح الحزب الحاكم وهي كانت استخدمت هذه القوة في الانتخابات السابقة اليوم إذا حولت بعض هذه العشائر أصواتها في الاتجاه المعاكس ودعمت أي حزب معارض أو حزب موال للأكراد يخسر أردوغان الغالبية البرلمانية وبحسب المراقبين قد تكون انتخابات الأحد المرة الأولى التي تقلص فيها الغالبية التي يتحكم فيها حزب العدالة والتنمية مذو دخوله البرلمان في العام 2002 إذا نجح حزب الشعوب الديمقراطي في رفع نسبة تمثيله